السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي اليوم في درس جديد في مكون القراءة حوثو سوف نتعرف على حرف جديد وهو حرف الواو حرف الواو لذلك أرجوكم أطفالي الأعزاء لنأخذ كراسة القراءة الصفحة 64 ونبدأ الدرس إذن كما تعودنا دائما سوف نبدأ بالصورة التي أمامنا نحاول استخراج الجملة الأساسية والتعرف كذلك على الحرف وإذن سوف نطرح بعض الأسئلة مثلا ماذا نلاحظ في الصورة؟ ماذا نلاحظ في الصورة؟ إذن نلاحظ في الصورة هنا أمامنا بحر وكذلك رمال وأطفال يلعبون بالرمال إذن جيد إذن ماذا يبني جواد؟ هذا جواد ووداد إذن ماذا يبني جواد؟ إذن يبني جواد ووداد قصورا من الرمال قصورا من الرمال إذن جملتنا الأساسية وهي يبني جواد ووداد قصورا من الرمال إذن يبني جواد ووداد قصورا من الرمال جيد إذن لننظر جيدا هنا إلى الجملة التي أمامنا الكلمة جواد إذن كما تلاحظون هنا لدينا حرف كتب باللون المغاهر وهذا الحرف هو حرف الواو حرف الواو إذن حرف الواو أين كتب هنا حرف الواو؟ في عتي الكلمة جيد كتب في وسط الكلمة في وسط الكلمة وما هي حركته؟ حركته هي فتحة وواو فتحة وواو إذن نقرأها وواو لننظر إلى الكلمة الثانية لدينا هنا وداد وداد إذن أين كتب هنا حرف الواو؟ كتب في أول الكلمة وحركته كسر حركته كسر إذن نقرأها وي ثم لدينا الكلمة الثالثة قصورا لدينا قصورا إذن كما تلاحظون هنا حرف الواو كتب في وسط الكلمة في وسط الكلمة إذن لنتابع الخراءة إذن لدينا هنا حرف الواو في أول الكلمة حرف الواو في وسط الكلمة ثم حرف الواو في آخر الكلمة سوف أعيد حرف الواو في أول الكلمة وحرف الواو في وسط الكلمة ثم حرف الواو في آخر الكلمة هنا لدينا كلمة جواد جواد وداد وي وي أعيدوا معي جواد و و و ثم لدينا وداد وي 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 والآن سوف نقرأ حرف الواو والآن أطفال الصغار لننتقل إلى الصفحة الثانية جيد انظروا هنا في البطاقة الأولى ماذا لدينا هنا في البطاقة الأولى صورة ماذا؟ واحة جيد هذه واحة إذن كما تلاحظون هنا حرف الواو كتب في أول الكلمة في أول الكلمة وحرف الواو يكتب دائما في أول الكلمة منفردا يكتب منفردا ثم ماذا لدينا في البطاقة الثانية؟ ما هذه؟ جيد هذه قوارب إذن هذه قوارب إذن أين كتب حرف الواو هنا يا أطفال؟ جيد كتب في وسط الكلمة الكلمة في وسط الكلمة وحرف الواو هنا لديه خط واحد لديه خط واحد يتصل بالحرف الذي يأتي قبله الحرف الذي يأتي قبله البطاقة الأخيرة ماذا لدينا هنا؟ ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ هذا جيد هذا ذلون هذا ذلون إذن أين كتب حرف الواو يا أطفال؟ جيد كتب في آخر الكلمة كتب في آخر الكلمة وهنا وهنا كما تلاحظون لديه خط واحد إذن يتصل بالحرف الذي يأتي قبله الحرف الذي يأتي قبله ويمكن كذلك أن يكتب حرف الواو في آخر الكلمة منفرداً منفرداً مثل كلمة جرون كلمة جرون إذن حرف الواو هنا كتب منفرداً كتب منفرداً جيد والآن يا أطفال سوف تقومون بإنجاز التمرين رقم 3 وأربعة إذن لنقرأ السؤال رقم 3 السؤال رقم 3 يقول سوف أعيد إذن كما تلاحظون هنا لدينا ثلاثة صور ثلاثة صور إذن سوف نبحث عن أسماء هذه الصور ثم نلاحظ هل يوجد بها حرف الواو ثم نقوم بتلوينها جيد لننتقل إلى السؤال رقم 4 السؤال رقم 4 قالوا لنا أضع علامة هذه العلامة تحت الحرف الذي يكمل الكلمة سوف أعيد أضع علامة تحت الحرف الذي يكمل الكلمة إذن هنا لدينا صورة وهذه الكلمة أمامها ينقصها حرف ينقصها حرف إذن سوف أبحث عن الحرف الذي ينقصه وحركته وأكتبه هنا ثم أضع علامة تحته أضع علامة في الخانة المناسبة لدينا هنا صورة تانية ينقصها حرف في أول الكلمة سوف أبحث عنه هنا ثم أضع علامة في الخانة المناسبة وأكتبه في هذا المكان الفارغ ثم في الأخير لدينا هذه الصورة ثم الحرف ينقص في آخر الكلمة سوف أكمله ثم أضع علامة في الخانة المناسبة وفي الأخير نقرأ الجملة تبني وداد قصرا من الرمالي أعيد تبني وداد قصرا من الرمالي جيد أما الآن يا أطفال فسوف تأخذون كما تعودنا دائما طبعا دفتر الخط وتقومون بكتابة التاريخ الجمعة خمسة عشر ماي ألفين وعشرون أعيد الجمعة خمسة عشر ماي ألفين وعشرون ثم أكتب هنا الخط حرف الواو ثم هنا على الجانب أكتب حرف الواو بالحركات والمدود واو والاو ثم كلمة دلون ثم أقوم بكتابة حرف الواو وكلمة دلون طبعا مع احترام مقاييس الحروف والكتابة بخط واضح وفي الصفحة التي بعدها أكتب النقل ثم أكتب الجملة تبني وداد قصرا من الرمالي ثم أكتبها أربع مرات وأحاول أن أكتب بخط واضح وأحترم مقاييس الحروف ووفقكم الله